خلينا نروح بقى لكيروش كارلوس كيروش مدرب منتخب مصر السابق او الاصبق كيروش مسك منتخب قطر الفترة الفاتحة قعد معهم حوالي 7-8 شهور وفجئنا النهاردة الاتحاد القطري لكرة القدم قرر فسخة تعاقد مع كيروش مدرب البرتغالي اللي كان مسك منتخب مصر قبل كده ولعبنا معه تصفيات كاسعالم ولعبنا معه بطولة امم افريقيا كيروش كان مسك المنتخب القطري لمدة اربع سنوات عقد باربع سنوات ولكن بعد 7-8 شهور من بداية عقده مع المنتخب القطري او الاتحاد القطري الكرة القدم النهاردة الاتحاد القطري قرر فسخة تعاقد مع كيروش وعلى فكرة دي دايما بتحصل مع كيروش ما بيكملش في بلد بيمسك فترة صغيرة ويعني بيفسخ بس ما شاء الله يعني بيفسخ وبياخد فلوس قد كده ما شاء الله كيروش لعب مع المنتخب القطري 12 لقاء فس في 5 وخسر 5 وتعادل في 2 وخلي بالكو احنا بطولة امم اسيا يعني احنا مقبلين عليها في 12 يناير في نفس توقيت بطولة امم افريقيا هتبدأ برضو بطولة امم اسيا فمنتخب القطري بيستعد لبطولة امم اسيا وبيغير مدربه قبل ده المدرب الجديد اسمه ماركيز لوبيز مدرب اسباني ده اللي هيكون مكان كارلوس كيروش وده كان ماسك نادي الواقرة القطري كان ماسك حمدي فتح الفترة في نادي الواقرة القطري واختاروا الاتحاد القطري عشان يقود منتخب قطر خلال الفترة القادمة بعد فسخ التعاقد مع كارلوس كيروش ترجمة نانسي قنقر